أستاذ محمد يتفضل أستاذ محمد ورحمة الله بركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ محمد كل عام وأنتم بخير يا رب وربنا بلغنا رمضان بكل خير يا رب يا سيد والله يا فضلية الشيخ أنا الحمد لله شغل في دول الخليج وأموري طيبة والله ملك الحمد في كل حال ولكن أنا في السيف دايماً بسافر أوروبا كتير بنروح أمريكا يعني تابع الشغل والأمور طيبة ولكن أنا خابب إن أنا أتكر خارج الوطنة ويخايف إن أنا أكون كده أنا بأقطع عيش بيدي فأنا مش لاقي أي حد يجاوبني بصراحة على الموضوع ده أجاوب حضرتك بروس يا سيدي إحنا دلوقتي عندنا في زمان كده في دراسات العلوم الاجتماعية درسوا حاجة اسمها سنائية المجتمعات إن فيه المجتمع المستنير المتقدم الشريف المجتمع الأبيض وفيه المجتمع الخرافي اللي بيعتمد فيه على القضية الدينية واللي هو راجعي ومضاوي وبيعيش في الماضي في السنائية دي السنائية دي في الحقيقة ما كانتش بس أدالة تحليل في علم الاجتماع لكن ده أنتكت ثقافة وأنتكت أمور كتيرة جدا جدا لدرجة إن فيه مجتمعات نشأت على العنصرية والتمييز يبدو يبدو أني ما زالت فيه بقايا من هذه العنصرية وهو إحساس الأفضلية لبعض المجتمعات على مجتمعات أخرى كل مجتمع فيه عناصر من عناصر الشرف والكرامة والحسن والجمال والحالة اللي احنا فيها دي دلوقتي أنا بكلمك دلوقتي وبجاوبك بكل وضوح الحالة اللي احنا فيها دلوقتي بتبين قد إيه منظومة القيم في بعض الدول هي منظومة قلقة لا نستطيع أن نحنا نعتمد عليها فأنا ما أقدرش أقول لك والله سافر ولما تلاقي أي تعامل فيه عدم احترام لكرامة الإنسان تيجي تزعل بعد كده لأننا الأحداث اللي احنا فيها هتنتج بعض الأشياء في المستقبل فاللي هتنتجه في المستقبل ده حتى الآن إحنا لا نستطيع أن نعرفه فيه تحديات دلوقتي في بعض الأماكن اللي انت ممكن تروحها آه فيه تحديات فيه تحديات تتعلق بالأبناء هتحدث تتعلق بالأبناء ليه فرض مفاهيم معينة في تربية الأبناء ده موجود دلوقتي في بعض الدول فرضوا كانوا زمان وهي الدول دي بتتكلم عن الحريات كانوا الأبناء ممكن يرفضوا يقولوا أن دينهم ما يسمح لهم مش بده لا دلوقتي بيفرض عليهم فرضا يعني بيفرض عليهم أنه في الأدوار أنه يختار النوع اللي هو فيه بالعكس بيفرض عليه أنه يختار نوع غير نوعه فيه التراسة في المدرسة فأنا عايز أقول إيه عايز أقول أن أنت لازم تدرس دراسة جدول لأنه تكون في أماكن تانية الأماكن دي أماكن السفر غير أماكن العيش التفسير اللي أنا بقولك بالزبط كده أنك تسافر إلى مكان فيبع عندك حرية اللي أنت قال وأن أنت تعمل اللي أنت عايزه في السفر غير أن أنت تعيش في مكان تعيش في مكان أنت مقيد بمكان العمل بتاعك مقيد بمفاهيم العمل اللي هناك مقيد بمنظومة القيامة المجتمعية فأنت خلاص المجتمع ده بقى عاشتك فهتكتشف حاجات كتيرة ما بتكتشفهاش في السفر أنا عايز أقول لك حاجة الحكمة بتقول إن بعض الناس بيبقى عندهم مشاعر وعواطف وبعض الأشياء غير مدروسة لا لشيء إلا لأن هم ما قعدوش مع نفسهم وعرفوا الصورة الحقيقية بتاعتهم عرفوا الصورة الحقيقية إنه هو بيحب يسافر فمتصور إن المكان اللي هيسافر فيه هو الفردوس المفقود فلما بيسافر بيجد حقيقة تانية خالص المسألة بشكل دقيق عشان أجاوبك إجابة واضحة ادرس الفرصة ادرسها دراسة صحيحة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يزل نفسه قال وكيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق فادرس اللي انت بتعمله وشوف الفرصة بتتناسب مع منظومت أول حاجة بتتناسب مع منظومتك القيمية ولا لا المكان اللي انت رايحه ده مكان أفضل لك والأولادك ولا لا المكان اللي انت رايحه ده هيبقى عندك حالة تستطيع أن انت تعيش حياة مستقرة إنسانياً وحياة مستقرة اجتماعياً ولا لا إذا كان الكلام ده ما فيش حاجة تمنعك إن انت تسافر بس خلي بالك إن المسألة محتاجة دراسة وإن التغيرات الموجودة في العالم كله تغيرات تحتاج إلى دراسة جدوى أي انتقال بينتقل فيه الإنسان مهم هو إن أنا أقول لحضرات الكلام ده